والسنة متطيبين خلاص العيد داخل ونفسنا نأكل الولاد بكحك بس للاسف ما يفعش نأكلهم كحك علشان خاطر السكر والزيوت المهدرجة لو انت جبان من بره والسمنة التقيلة عليه جدا فهي الكحك ممنوع خالص قبل السنة بعد السنة ينفع بس حطة صغيرة قد عقلت الصباع فعشان الولاد يفرحوا معنا تعالوا ليلة العيد نعمل حاجة لطيفة اعمل كوكيز او كحك للبيبي او موفن او كوبكيك للبيبي وينفع للكبار الاطفال الاكبر من كده ونعملوا مع بعضهم يكلوا بحيث نحس ان هما بيعيدوا معنا اعملوا ازاي هتجيبي موزة هتهرسيها كويس قوي تكون موزة مستوية يعني قلب على بني خلاص مستوية قوي هتهرسيها هتجيبي شوية طمر تكوني نقعاة طمرايتين تلاتة تكوني نقعاهم من قبلها من بالليل وبعدين هتطلعي اللحم بتاعها تحطيه مع الموزة مهروسين وبعدين هتجيبي شوية شوفان تطحانيه ناعم جدا ولو حس ان هو شامل رطوبة ممكن تحمصيه على النار لو كويس خلاص تطحانيه ناعم جدا ضفيه على الخليط ده مع شوية ارفة مع شوية مكسرات مطحونة تكون عندك في البيت اي مكسرات فضلة من رمضان وتكون البيبي جربها هترفع امت الوجبة سمسم كمان مطحونة هترفع امت الوجبة ومغزية وفيها كالسيم هيساعد على التسنين وبعدين هتجيبي فانيليا خام اما تجيبي الفانيليا نفسها الأصلية او تجيبي الفانيليا السايلة تكون بدون سكر هتعمري حلوة قبل الوجبة للاكلة هتجيبي زيت جوزهند او زيت زاتون او زيت جوزهند سيدي لها نكهة حلوة والدفون اللي فيه كلها دفون صحية هتحطي بقى معاهم كمان كده انت خطاص انت كده عملت القوام الاساسي للابسكوت التسنيين اوكي اللي هو هنعتبره الكوكيز بتاع البابي لغاية هنا خلاص لو الطفلة قلة من سنة لو ابنك فوق السنة هتحطي معايا كمان معلقة عسل هتحطي كمان زرة ملح وهتجيبي اللي هي قطع الشوكولاتة الصغيرة وتحطيها وتبتدي تقلبي الخليط كله هنعمل ايه بقى؟ هناخد الخليط والاطفال هيساعدونا نبتدي نعمل بيوم اشكال الكوكيز ياما نضططها ياما نعمل شوية على شكل صوابع ياما نعمل بالاوالب على شكل نجوم المهم ان انت تحطيها على صنية خونتيفال او اذا هتحطي بقى ورق زبدة او هتدهيني مادة دهنية او حاجة عشان متلزمش هتعمليها رفيعة قوي علشان لما تدخل الفرن تستوي لما بتكون بالشوفان بيبقى قوامها تحس ان هي كراكين او بتتكسر لما تعمليها رفيعة هتبقى لذيذة والطفل هيعض عليها ويرتاح وفي نفس الوقت هتستوي بسهولة هتدخليها الفرن عشر دقايق او اقل سبع دقايق يمكن على الوش ده سبع دقايق على الوش التاني وتطلعها على طول قبل ما تتحرق منك بالنسبة بقى للكوبكيك فانت نفس العجينة اللي عجنتيها دي هتعملي ايه؟ هتكساري عليها بيضة وتحطي معاش باية بيكينج باودر كل المكونات اللي انا كنت بقولها قبل السنة تنفع من امتى كنت تنفع من اتمام السادس الشوفان بيدخل من اتمام السادس الموز ممكن يدخل من قبل جده التمر بيدخل من السادس زدج وزهند بيدخل من السادس الفانيليا كل ده بيدخل من السادس فانا هزود البيت والبيت مش غلط ان يدخل للبيبي لو انت مجربة سفار البيت دخلي بياض البيت جربيه وخلاص بتقلقيش هو كده تمام التفل حيتقبله عادي الموضة القديمة هي كانت انه ممنوع البيت قبل السنة دلوقتي التوصيات الجديدة ههدت الكلام ده بتقول انت لو دخلت بياض البيت قبل السنة هتقللي نسبة التحسس منه طالما انت جربتي السفار بحرصه بتجربي البياض برضه بالنهار وبتديل وقته خمس ايام وبتبعيه كويس اوي فاكسري البيضة عشان كده تكون موفن عشان تعمليها موفن او كوب كيك لازغ من القوام يخف شوية فبدل ما كنت بتعملي مثلا كوباية الشوفين بتحط لها مثلا مستين هتلاقي نفس الكوباية الشوفين بتحط لها مستين ومس او تلاتة بحيس تبقى سايلة اكتر فلما تيجي تصبيها في اوالب الكوب كيك طبعا هتحطي ورق وتدهينيه وتحطي تصبيها في اوالب الكوب كيك تلاقي القوام ومعها باكين باودر تلاقي القوام بتاعها اتحسن قوي وما فشت في الفورد لو ابنك اكبر من السنة انت ممكن تحطيله فيها كمان زبدة فول سوداني هتبقى مغزية قوي هو مش هاخد باله منها ممكن على فكرة تحطي معها جذر مبشور ناعم جدا 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 يبقى انت كده دخلت خضار والطفل مش واخد باله ممكن تعتبروها كوب كيك وتعملولها ويبين كريم او تعملولها يعني طبقة كريمة من فوق جاهزة حتى او تجيبوا كريمة لاباني وتعملوها من فوق وتبتدو ترشوا عليها السبرينكل والحاجات بتاع العيد فالاطفال هتفرح جدا او لو عندك جنين قمح حطي شوية مع الشوفان المطحون غني جدا بفيتامين اي وحيحسن جدا القيمة الغذائية بتاع الواجبة لو عندك طفل عنده تحسس من البيض هاتي بزور شية انقعيها كويس لانها لازم تتنقع للاطفال تحت السنة على فكرة غنيها جدا بالكالسيوم واميجا ثري ومفيدة جدا للاطفال فانقعي بزور الشية بعد ما تنقعيها مثلا بساعة بالكتير قوي هي اصلا بتطلع سائل لازج كده تقدر يتحطي منه معلقة وضل البيض اني بقى انت كده استخدمتي بطيل للبيض وبقيت الواجبة كلها اصلا ما فياش اي حاجة فيها لبن فتقدر يتدخليها للبيبي بالفانوشي فيها ترجمة نانسي قنقر